صراحة احنا عندنا دوري محترفين ولا على الورق يعني الناس دائما بتقارن بين الدوري بتاعنا والدوريات في أوروبا بل وبعض الدور العربية المنظومة نفسها فضل عملت زي لا احنا عندنا دوري محترفين بس عاوزين الاحسن والاحسن سهل فالواحد بيزعل ان الخطوات يعني ترخيص الاندية الربطة لو نتفعل الكملات استاذ عمر كلمني كتير على الربطة كتر قرفي خير ترخيص بقى الاندية شغالين فيه مش موجودة لحد دلوقتي لا مش موجودة كم نادي عند الرخصة؟ ناديين ثلاثة بين النادي الاهلي لسه الأسبوع اللي فات يعني هو السابق او من الأسبوعين بالضبط كان له الصبق وبعت حاجات أوراق كلها عشان مضاء الترخيص الاندية كانت نفوض اي نادي بيشارف المترط يعني نادي زي نادي دجلة، نادي زي الجونة، نادي زي المقصة، نادي زي امبي سهل سهل اه يعني ايه المشكلة ايه معطالهم يعني المشكلة المشكلة اوراق اوراق وآلية بس كابتان خلاص بيبقى فيه طبعا شروط معاينة الشروط دي تم تنفذها الحاجة اللي ممكن بس هي بفيها تأخير شوية هي الميزانية الميزانية الخاصة بكورة القرنة فطبعا فيه اندية بتبقى لازم تفصل ان دي من ضمن الشروط والترخيص ان بقى ميزانية كورة القرنة تبقى واضحة للجميع يمكن فيه حدك يعني فيه مثال حصل في اسبانيا كفي نادي كان صاحب نادي كان عاوز يعني يجيب لعيبة باركام اعلى شوية نعم فتم ايقاف الموضوع عشان الحتة دي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة